إن شاء الله شبابا نبدأ نتكلم عن بارتطو من حل بنك الأسئلة لشابتر واحد للعام 1445 هجرية السؤال الـ 42 بيقول لي زادين ستني أفزاليد إز 11.4 جرام على سنتيمتر مكاعم يبغى هنا زماس يبغى الماس أفزاليد والرصاص بول كرة من الرصاص وزق ريدياس 0.50 ملي متر إن جرام عندنا المسلس إن الـ D بتساوي الماس أوفر فوليوم فأنا الآن لو عايز الماس راح أقول له الماس دي في في يبغى هتساوي هبدأ بأخد الـ D اللي هو معطيها لي الـ 11.4 جرام على سنتيمتر مكاعم ضرب الـ V راح أعود في القانون اللي هو معطيه لي أربعة على الثلاثة باي ضرب الـ R تكعيب اللي هو ركز في الخطوة دي 0.50 تكعيب والملي لما يتكعب راح يكون ملي متر مكاعم الآن ما ينفعش إن أنا أحذف سنتيمتر مكاعم مع ملي متر مكاعم ما لا أسوي إيش أحول الملي متر مكاعم إلى سنتيمتر مكاعم واحد بقى أقول لي تركتين واحد يكون شاطر وعارف إن الـ 1 سنتيمتر في 10 ملي متر وبالتالي لو أنا رايح بأخد القس بالمودة يعني بقى بضرف 10 لو أنا راجع بأخد القس بالسالب فأنا لو بحول من ملي متر لسنتيمتر أنا كده راجع فأخد 10 أس سالب واحد هيقول لي ما هو فيه تكعيب في إيش؟ تكعيب يبه هكعب الفاليو هكعب الفاليو دي فأضرف 10 أس سالب كم؟ ثلاثة لأن ثلاثة في واحد يبه 10 أس سالب ثلاثة واحد تاني يقول لي هو مش ينفع إن أنا أقول من ملي متر مكاعم لسنتيمتر مكاعم هنا ملي وهنا سنتي المشترك متر ففيه تحويلة اتنين أوكي من ملي متر لمتر راجع ب10 أس سالب ثلاثة ومن متر لسنتي رايح ب10 أس اتنين مجموع دول 10 أس سالب واحد وما عليك ما تنساش التكعيب فتصير 10 أس سالب ثلاثة إذن كده جدرت إن أنا أحول من ملي متر لسنتي عشان يمتيني أحذف سنتي مع سنتي وأروح ضارب 11.4 فاربعة الثلاثة اللي هو شفته باي أو 3.14 ضرب 0.50 تكعيب ضرب 10 أس سالب ثلاثة وهيطلع معنا الجواب في خطوة واحدة هيطلع معك 0.0059 تجرب بإنج هيثبت معك وهيعطيك الجواب أنصر طبعاً من الزبط بإنج بتحول انت بقى لسنتي فك نوتيش خاص درسناها شفته مود 7 وتشوف عندك رقمين خاص تضغط 2 شفته مود 7 3.2 سؤال النظري السؤال يقول لي ليس مثال على المادة قلنا قلنا مين السؤال تخلناه قبل ستقول لي اسمع هذا السلط و الوطر ده همه بس معهم الرمل وقلنا لو انت قدر تميز مكون واحد رح يكون على طول هيدرو لان قدر تميز الرمل لو تميزت مكون واحد من المكتشر رح يكون هيدروجينيوس مكتشر يعني غير متجامس السؤال اللي بعد أقول لي هل ستقول لي اما عنصر اما مركب انظر لي عنصر او مركب الكنكريت غلط لان الكنكريت هيدرو الخرسانة او السمنت هيدرو الوط خطأ هيدرو السالت ووطر ده هومو لكن الكنكريت القبر اللي هو عنصر النحاس هومو عنصر النحاس الهومو الملك خطأ لان الملك خدناه هومو السؤال اللي بعد أقول لي اكثر من الملك خطأ لان الملك خطأ هو تحصل باتهم باتكريت غلط نعم الفلكترينج او ديكيتنج ديكيتينج مين من الملكشار أقدر أفصله إلى مركباته او مكوناتو بالفلكترينج او ديكيتنج جبنا الفلكترينج الترشيح او ديكيتنج وده نشكره ده كان مثال على فصل الهيدروجينيوس ملكشار قلنا ان الهترو بيفصل بالفلتريشن الترشيح اللي احنا عندي ساند رمل مع ماء ودبت طبعا بيكر ودبت هنا ورق الترشيح وصبيت الكاسة اللي فيها الماء والرمل الماء بنزلي هنا والدقال هنا الرمل فالفلتريتنج والديكيتنج الجماعة الخير هو مثال على فصل الهترودينياس ميكتشر الغير متجانس طبعا الهترو بيفصل بالفراكشن ديستيليشن اللي هو التقطير بناعنا على الاختلاف طبعا في ضروريات مين الغلقاء انيلي نشوف بعد كده السؤال اللي بعده يقول لي if matter is uniform through out and cannot be separated مقدرش افصلها into other substance by physical means طبعا انت بتجرى السؤال تكون مركز if matter is uniform كلمة uniform قلنا لاما element لاما compound لاما هومو لان اللي ليس uniform هو الهترو لما قال لي بقى can not be separated into other substance by physical مقدرش افصلها فيزيائي يبقى الهومو مستبع لان بيمدين افصله فيزيائي فالجواب المفترض لاما compound لاما element طيب ليش compound and element هو الأصح هو واحد يقول لي compound خلاص لا ما هو الهومو عارفين ان هو اساسا كان not be separated يعني الهومو ما بنفصلش يعني ده كده كده معايا وبالتالي الجواب الاصح ان either an element or compound ان المركب يفصل كيميائي وفي نفس الان العنصر ما بنفصلش يعني can not be separated into other substance by chemical means خدناها في الشرح وعرفناها تعريف العنصر هو an element can not be separated into other substance by chemical means مقدرش افصله بالطرق الكيميائيه homogenous mixture are also known as بتعرف باسم solutions وده خدناها في الشرح والأسئلة دي كلها خدناها مقررة السؤال اللي بعده باده خدنا في أسئلة handling number ورجاء عايزين نركز مع بعض the correct answer reported to the proper number of significant figure to the following is اول شي تناظر ان المسألة هنا 6.3 ضرب 3.25 المسألة دي مسألة ضرب يا جماعة الخير وطالما ضرب احنا عرفنا في ال significant figure اما جامعه طرح وضربه قسمة في الجامعه الطرح باخد اقل عدد بعد ال decimal point اقل عدد بعد العلامة العشرية في الضرب والقسمة باخد اقل significant figure يعني بعد الرقم ككل مع تطبيق قواعد significant figure الاصفار التي على اليسار لا تعد والقس العشري لا يعد فنظرا ان هذه المسألة مسألة ضرب فباخد اقل significant figure العدد الاول بعد واحد اثنين فداتو significant figure العدد هذا في ثلاثة significant figure هاتلي الجواب هيطلع معك الجواب 20.47 على الآلة 5 هاخد اقل significant figure اثنين يعني عدد رقمين واسحب خط ادي واحد اثنين الاربعة لا تقرب اللي احنا متفجيل من صفر حد اربعة لا يقرب ومن خمسة لتسعة بيقرب فالاربعة مبتقربش فالجواب النهائي 20 انصر ايه المسألة اللي بعد كده the correct reserve indicated the proper number of significant figure معطيني مسألة ويبغى الجواب الصحيح بال significant figure المسألة هنا له تناظر انها مسألة جمع عبارة عن 12 زائد واحد وينت اثنين زائد 0.1 زائد 0.012 ايه الاتفاق اللي احنا متفجيل عليه ان والله نظرا لان المسألة مسألة جمع باخد اكل عدد بعد العلامة واذا كان عندي رقم ما في hoosh decimal point معناته ان اناา اجمع الاعداد الصحيحة واستبعد اعمل skip للارقام الي بعد العلامة فهجمع الاعداد الصحيحة فقط الي جاءني العلامة يعني 12 زائد الرقم ده اسحب على الرقم علي بعد العلامة واخد الرقم اللي قبل العلامة كعدد صحيح واحد الرقم ده اسحب على الرقم علي بعد العلامة واخد العدد النا صفر Fin مشيقص معاه نفس الكلام هسحب بعض الأرقام اللي بعد العلامة واخد الأعداد الصحيحة اللي هنا وما فيش إلا صفر فالجواب 12 1-13 السؤال اللي بعد Which one of the following statement is or are true? تعال نقرأ الجمل ونشوف هل في جملة أو جمل صحيحة معانا ولا لا Compounds can be separated by physical method into pure element أو له خطأ لأن المركب يفصل chemical يبدأ جملة خاطئة Homogeneous mixture separated by chemical or physical method خطأ لأن يمدين أغسلها physical only وليس chemical and physical heterogeneous mixture can be separated by physical method صح لأن الهترو يمدين أين كان المكتشرا سواء كان هما وهترو يفصل في زيائي فده صح Elementic can be separated into small particles by physical method خطأ لأن الأنصر لا ينفصل إطلاقا والجواب سيكون أنصر C فقط لا غير السؤال اللي بعد Identify the incorrect statement تعرف على الجملة incorrect يعني incorrect skip والincorrect بول جوء Helium is an element عنصر الهيليوم حتى من اسمه عنصر Helium Helium عنصر صح Binted hand mixture صحيح Milk is compound خطأ ليش لأن الملك هو مجنيس mixture مخلوط متجانس Mercury is an element صحيح جب الجواب أنصر C السؤال اللي بعد Non SI unit from the following ليست وحدة عالمية هتشوف هل في معك basic أو draft كيلو جرام صحيح وحدة عالمية ويبغى النن يعني يبغى الغير عالمية ده كيلو جرام فورماس صح الانش ليس عالمية وبدالي ده الجواب Second صحيح For time للزمن المتر فورلينس وحدة عالمية صح يبغى الانش ليست وحدة عالمية السؤال اللي بعد وأنا أبي أنوى على نقطة مهمة إذا جاء لمسألة قسمة وكان أحد البسطة أو المقام ضرب فممكن أن أجريها على آلاف خط واحدة لماذا؟ لو نظرت على المسألة ستجد أن البسطة عملية ضرب فبتأخذ أقل سجنفك انتفجار فهنا 1 2 3 4 الأصفار العليسار لا تعد وعدت 1 2 3 4 من أول رقم أبني يبغى هنا 4 سجنفك انتفجار طبعا هنا 1 2 3 4 5 6 7 7 سجنفك انتفجار فأنا هنا أريد 4 سجنفك انتفجار في البسط وفي النهاية أنت بتحل قسمة المقام مش فيه فيه سيب الأصفار العليسار ودي 1 2 2 سجنفك انتفجار وبالتالي هنا جبعة الخير أنا لو أنا كتبت المسألة ده على الآلة أنا في النهاية عايز أقل سجنفك انتفجار 2 يعني بضغط على الآلة شف زائد مود زائد سبعة زائد كام 2 وكده هيطلع للجواب أنصر إيه في خطوة واحدة يب إحنا عارفين إن إحنا ممكن نستخدم الآلة مباشرة وإن أنا أقدر أطلع الجواب في خطوة واحدة لو كانت المسألة قسمة وكان أحد البسطة أو المقام ضرب لأن في النهاية زبدة الموضوع أني بأخذ أقل سجنفك انتفجار 2 فمو بلادي من أنا أقول إيه أحل وكده أحلها مرة واحدة طب واحد تاني أقول لي هو أنا مش ممكن أحل بالطريقة التقليدية إيه طبعا أنا كده أنت عارف تقدر تجريها على الآلة لو شفت الشرح وأنا بشرح بالآلة هتقدر تجريها طب هنا واحد يقول لي تعالى كده نشوف البسط إيه شي تسوي فيه؟ ده مسألة ضرب فابتاخد أقل سجنفك انتفجار فيطلع معنا الجواب 0.036395 فأقل سجنفك انتفجار هنا أربعة بسيب الأصفار وبعد واحد اثنين تلاثة أربعة واسحب خط الخمسة ما بتقربش فيصير الجواب الخمسة أسف تقرب فيصير الجواب 0.036 ركز بقى 39 هتقرب إلى أربعين انت عرفت إزاي؟ بص يا طويل هنبر الخمسة تقرب التسعة فتخليها كام عشر فبتحط سفر واحد الصفر دي بنزل مكان التسعة والواحد ده بتجمعه على التلاتة فيكون كام أربعة يعني 39 تصير أربعين والمقام عبارة عن 0.00032 هتقول لي في النهاية انت بتاخد أقل سجنفك انتفجار اللي هو كام تو سجنفك انتفجار لأن احنا انتفجنا دي كان فيه أربعة وده كان فيه اتنين هتطلع الناتج النهائي لمسألة 11 3.75 هاخد أقل سجنفك انتفجار هنا اتنين وانتبه معايا في النقطة دي الرقم اللي قدامي هو 113 يعني لا يجيني واحد يقول لي اسمع أقل سجنفك انتفجار بعد واحد اتنين واسحب خط والتلاتة لا تقرب فالجواب انها 11 ده كده غلط ليه؟ لان هنا الرقم 113 ازاي انت تخليه 11 ما ينفعش وبالتالي لازم الرقم ده عامله بصورة scientific notation طيب انت المفترض scientific notation بتكتب رقم واحد على يسارة decimal point وتحط point وخلي بالك انت عايز 2 significant figure فانا بتعدي واحد اتنين وتركز هل التلاتة تقرب الواحد لا وبالتالي هتنزله هنا واحد وبكده انا خلتها 2 significant figure ضرب عشر العلامة هنا هتحرك ادي حركة 2 فاتحركت حركين موجة باثنين وممكن ان انا احلها بالآلة بسرعة بدل الموضوع ده كله ان اكتبها على الآلة واطلع الجواب في خطوة A واحدة زي ما احنا متفقين طريق كتاب الآلة احنا اعينينا في الشرح احنا اتضغط shift mode وبعدين سبعة اتنين ونطلع معك الجواب انصر ايه على طول في خطوة احدى السؤال اللي بعده there should be significant figure in the answer to the following computation تعال شوف المسألة بقول لك هات الجواب وشوف الجواب في النهاية كام سجنيف كان تفجأ المسألة مسألة قسمة هاحل البسط وبعدين اشوف في النهاية وش هسوي احل البسط الحال وبناظر البسط لاجيته جمع جمع يعني بتاخد اقل رقم بعد العلامة بتيجي بعد العلامة وتشوف هنا في رقمين يعني في اتنين decimal point بعد العلامة هنا في ثلاثة 3 decimal point هات الجواب الجواب هيطل معنا جماعة الخير 17.465 انا باخد اقل عدد بعد العلامة 2 واسحب خط الخمسة بتقرب نعم الخمسة تقرب وتخلي ده 7 فيكون الجواب 17.47 قسبة 2.5 في النهاية واحد رد عليها وقل لي مش هانا كده كده بحل مسألة قسمة ايه فبتاخد اقل سجنيف كان تفجأ البسط بعد 1 2 3 4 هنا فور سجنيف كان تفجأ المقام 2 سجنيف كان تفجأ فالجواب اجباري لازم يكون 2 سجنيف كان تفجأ انصر بي عايز طلع الجواب طلعه مش عايز خلاص لو طلعتنا الجواب هنا هطلع 6.988 فانا محتاج ان انا اخد 2 سجنيف كان تفجأ واسحب خط وال8 بتقرب ايه بتقرب فهتخلي 10 انا ازود 01 فيصير 7.0 لان طبعا لما يكون 9 عشرة بكتب 10 فوق الرقم وال9 ينزل مكانها 0 وال1 اجمعها 6 7 فده الجواب انها 2 سجنيف كانت مره مره سهل وفيش مشكلة انه which one of the following number or whole of the zero significant نعطيني هنا اعداده بقول لي مين من الارقام دي او الاعداد دي الزيرو كله بيكون significant طبعا معروف اذا كان الرقم في اسفار على اليسار فالاسفار ده مستبعدة وبالتالي مش هقدر ان انا حسبها فدي بره الموضوع فانا هاختار الرقم مفهوش اسفار على اليسار بس وشكرا دي لنا محتاجه فلما اجي على انصر ايه هاعد طبعا انت عارف انت قعد significant تفجر ان جميع الارقام تعد معاد الاسفار العليسار والاسف العشري واذا كان الرقم مفهوش decimal point الاسفار العليمين ممكن عدها وممكن ما ايه ما عدهاش يعني ممكن تحسب ممكن لا تحسب فلما ناظر الرقم اقدر ان انا اعد كل شي ان في decimal فبعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وبالتالي هنا الانصر ايه هو الجواب الصحيح اقدرنا فعلا ان احنا نعد جميع الاسفار انما هنا في صفر على اليسار لا يعد فدي غلط في صفر على اليسار ما اقدرش في صفر على اليسار ما اقدرش في اسفر على اليسار ما اقدرش عدها وبالتالي انصر ايه اقدر ان انا حد فيه كل الارقام راوند زا نمبر السؤال اللي بعد اقول لي راوند زا نمبر 0.007222 to 3 significant feature برضو هنا خدناها في الشرح اذا ان انا حول الرقم الى 3 significant feature تطبق الكواعد الاسفار العليسار لا تعد انت العدد الرقم ده هو فيه تقريبا 4 significant feature هو يبغى يكون فيه 3 هتسيب الاسفار وتعدلي 1 2 3 وتسحب خط هل اللي 2 تقرب لا فيكون 0.007222 وكده انا حولت فعلا الرقم من 4 significant feature الى 3 significant feature وما تنشتعاش التقريب مع مراعاة طبعا التقريب السؤال اللي بعد راوند ركز معا كده عشان ده مسألة احنا اخدناها برضو في التجمعات وده زا نمبر بولي راوند زا فولو number to 4 significant feature and express the result in standard scientific notation او exponential notation يعني حول الرقم ده الى 4 significant figures ويكون في صورة scientific notation ده على طول اسهل حاجة على الاطلاق انك تضغط على الالة shift و mode وبعدين 7 scientific notation وانت عايز 4 فهتختار بقولك ادخل من صفرة 9 انت عايز force significant figure فتضغط كام 4 وهيطلع معك الجواب answer ده في خط 1 بالطريقة التقليلية ان احنا نحل الرقم في صورة نكتبه في صورة scientific notation ونخلي صورة force significant figure ان الرقم 2 2 9 6 1 3 انا بس بقولك طريقة الالة فتضغط 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 7 وضع 4 وضع force significant figure وضع 4 وضع 3 حسنا جماعة الخير انا اعيز هذا الرقم على صورة force significant figure فأنا اخذ 4 اربعة اعداء واسحب خط الواحد الموضوع لكي اكتب رقم واحد على يصار decimal point يعني العلامة ادى اتنين وبعدين علامة وبعدين بكمل الرقم هنا 2 9 6 ضرب 10 اص العلامة هنا هنا هتتحرك ادى واحد اتنين حركتين فقط 10 اص 2 وهذا هذا هو الرقم كنت تقرب الستة سؤال ثالث كيف كيف عالية على طول بجيب الالة حسبة. واشوف الاعداد الصحيحة عندي. كم عدد واحد اتنين تلاتة اربعة. فبضغط زائد مود زائد سبعة. وهنا هدخل كم عدد صحيح? اربعة. يبقى اضغط اربعة واكتب الرقم وهي انجي معايا الرقم في خطوة واحدة على الآلة زي ما احنا منتفقين. طب عايزة نكتب بالطريقة التقليدية اوكي. نكتب بالطريقة التقليدية. شروط ان يكون رقم واحد. بسيب الاسفار وابدأ من اول رقم ابني خمسة. بعدين احط العلامة. بعدين اكمل عادي. ستة سبعة تمانية. ضرب عشرة اس. العلامة هنا بتحرك للريد بالسالب. عشان بتحرك يمين? وبعد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. وحط هنا سالب اربعة. يبقى انصر سي. كده جماعة الخير احنا انتهينا من حل بنك الاسئلة البارد تو. وفاكم الله جميعا واي اسئلة واستفسارات تواصلوا معايا على الخاص او في الجروب.